السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دلوقتي الزكاة الصناعية. زي ما حرم ناس من شغلوه بدأ يوفر فرص عمل لناس. على سبيل المثال ده شغل فريلانسر على منصة اسمها اوتلاير. لات ناس كتيرة بتشكر فيها وفلح او ارباح. دي منصات الجدة اللي هي بتدرب الزكاة الصناعي. فبيدي فعلا فلوس تستاهل. في بعض المصات تانية قول لك قايم منتج وبتاع وتلاقي بيطلع لك مسلا كل مئة منتج يطلع لك وان دولار وحاجات زي كان. فلا لا هنا مشترط ان انت تكون فاهم في مسائل رياضية فاهم في حاجات تيبدأ ان هو يتأكن ان انت مؤهل للوظيفة دي. الحاجات النصب بيقعيز بس ان انت تدخل عن انت وخلص. لا هنا بيشترط ان انت مسلا تكون فاهم في الحساب فاهم في الرياضة فاهم في الهندسة والحاجات دي كلها. بقول لعليك ان انت هتقدم هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. اول ما هتقدم هتبدأ بقى هو حتى كاتب من الدول اللي ممكن تشغل منها مصر والهند والفلبين والارجنتين وتركيا وهكذا. تبدأ تملى البنات بتاعتك تمام وترفع السيفي بتاعك وتحط اللينك الن بتاعك وهم بيبدأ يشوفه من الخارج بتاعتك وتبدأ تزهل معه. اه بيقول لك الاكسيبيرت رينش من تسع دولار لاثنين وتلاتين دولار. تمام? فدي حاجة بس جدا دي حاجة عملية حاجة قوية حاجة ممتازة. على الا 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 هتبقى بي. باسماتيك في اناس كتير بتحب الماسماتيك. بتمارس الزكال الصناعي مع الزكال الصناعي وتدربه. الزكال الصناع زي ما احنا عارفين بيسترف مليارات. في جزء كبير منها بيبقى على الخبراء اللي بيبرمجوا. في جزء على الاجهزة العملاقة. يعني حتى بدأوا يعملوا مفاعل ناوي عشان يدروا شغالوا الاجهزة. وفي جزء بيسترف على الناس اللي بتدرب بالزكال الصناعي. فدي وظيفة كويسة جدا. ياريت تقول للأذكاء عليها. لانها حاجة ممتازة. الهند بدأوا يقول لبعض فبدأوا امور تنتشر عندهم في الفكرة دي جات. تمام? فياريت نهتم بالموضوع. وده الموقع هوت. تمام? اه بص كتب لك ايه? تشكيل الجيل القادم من الزكال الصناعي بخبراتك. احصل على تدريب مدفوع الاجر في مجال الزكال الصناعي. ويفقى لجدولك الزمن الخاص. فتدخل وتبدأ تشوف ايه الوظائف او ايه الحاجات اللي ممكن انت تتشغل فيها. وزي ما قلنا ده موقع مخصوص فيه وناس كتيرة. كزا واحد مش واحد بس كان بيشغل فيه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو وشاركوا الفيديو مع لده.